وكان سائق شاحنة غادر الحجر الصحي المخصص للسائقين القادمين من الخارج على حدود العمري سلم نفسه صباح اليوم إلى الجهات المعنية مصدر أمني أوضح أن السائق سلم نفسه إلى الجهات الأمنية في حدود العمري بعد التضييق عليه من قبل الشرطة لإتمام عملية حجره لمدة 14 يوما وكان السائق غادر الحجر الصحي دون إبلاغ الجهات المعنية وتوجه بإحدى المركبات الخاصة إلى منزله الكائن في الحي الشرقي بمدينة إربد وفور مشاهدة سكان العمارة له قاموا بإبلاغ الجهات المختصة التي عملت على التضييق عليها